بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الأول لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة هنبتدي نتكلم على مقدمة بسيطة جدا على بدايات الحقيقية لنظام التشغيل نبدأ نقول بقى إن فيه نظام تشغيل بيشتغل يعني هنكمل النبذة التاريخية لكن بشوية تفاصيل أكتر طب نشوف مع بعض أول حاجة هنتكلم فيها مع بعض اللي هي أيوة أول حاجة Early 1960 في بداية سنة 1960 إيه اللي حصل يا شباب في بداية 1960 حصل تطور مهم جدا ظهور ما يسمى بالمالتي بروجرامنج أو البرمجة المتعددة طيب بقول لك في البرمجة المتعددة من الممكن إن إيه أكتر من جوب يتم تحملهم في الزاكرة في آن واحد طبعا ده كان التقدم مهم ما كانوا ينهاش من نفهم الكلام ده قبل كده قبل كده ما حاصلوش الكلام ده ماش كده قبل كده ما كانش فيه إن أكتر من جوب تظهر في الميموري في وقت واحد نقرأ مع بعض كده بقول لك As memory became cheaper الميموري أصبحت أرخص و Could load mini user programs ممكن نعمل تحميل العدد من برامج المستخدم In memory في التذاكرة في وقت واحد في نفس التوقيت سي ميلوتوني أصلي جميل طيب شايف كده حضرتك معايا زي ما انت شايف كده قد الميموري قدامك أيوه وكان الريزانت منطر قاعدة هو جزء من الـ operating system وهو اللي كان بيرائي بالميموري قبل كده ما كانت الميموري دي فاضية مش كده لكن دلوقتي أصبح من الممكن تحميل جوب واحد و جوب اثنين و جوب ثلاثة و جوب اربعة في آن واحد في الزاكرة ده بيسموه يا جماعة ملتي بروجرامنج بس انت مش ملاحظ حاجة الميموري كانت بسيطة قوي شوف كانت ايه الادرس بتاعها من صفر لخمسمية و اثناشر كيلو يعني حاجة بسيطة جدا جميل طيب نشوف مع بعض كده يعني ايه الكلام ده بالتبصيل بيقولك ايه Monitor Operating System Code Switch هون أجوب بكم ايدل اه يعني دلوقتي النظام التشغيل اللي قاعد دوت بيعمل Switching بيرائب كل واحدة من ديت جوب واحد جوب اثنين جوب ثلاثة جوب اربعة معايا بيرائبهم لكن بايه يا جماعة اه في اوقات مختلفة ولما يكون كل واحدة فيهم في حالة ايدل يعني ايه يعني بتاخد input او بتخرج اوبوت كميل تعالي نشوف مع بعض كده Typical setup يعني معاني خطوات ممكن تحصل زي ايه بيقولك الخطوات علشان نشوفها بالتفاصيل في الميموري ايه بيقولك users submitted jobs to computer operator يعني علشان يبتدي اشتغل برمجة متعددة ان اليوزرز بيدي شغلهم لمين لمشغل الحاسب طيب بعد كده بيقولك jobs were loaded into separate memory partitions الجوبز ديت بتتحط فينا يا جماعة في اجزاء هزا ما انتم شايفيند اجزاء منفاصلة فينها في الميموري ايوا jobs were loaded into separate memory partitions طيب computer would begin executing first job والكمبيوتر يبدأ مين يعمل يا جماعة ينفذ اول job الاول حلو فين اول job يا رجالة ايه اول job ايه job رقم واحد لمين يبدأ ينفذها الاول طيب ايه كمان during idle period code switch توقع نظر job اول لما يبقى job واحد دي بتعمل input او output يحصل ايه تروح لل job التانية ها تنفذها وهكذا يعني بتستغل اوقات فراغ من jobs مش كده job one ديت idle ما بتتنفذش بتعمل input او بتخرج output يبقى يعمل يا جماعة ها تروح تيدين تنفذ job 2 طيب job 2 حصلها input او output تروح تنفذ job 3 معايا وهكذا خلاص يا جماعة يزن user code receive output امتة بقى يقدر لليوزر ياخد الاوبوت امتة as soon as your jobter minute اول مجروب بتاعتهم تخلص تفضل خد الاوبوت بتاعك او بتاعتهم معايا يا جماعة الفكرة ديت انك انت تلود اكتر من job في وقت واحد كانت فكرة جديدة ساعتها وكانت بيسموها في اوالي الستينات multi programming ودا كانت تقدم عظيم جدا طيب نشوف الفكرة التانية اللي ظهرت بقى امتى ظهرت في منتصف الستينات يعني بعد تقريبا خمس سنين تقريبا يعني من الملتو برو جرامنج ظهر مفهومي اسمه time sharing المشاركة في الوقت اه يعني ايه مشاركة في الوقت بيقولك المشاركة في الوقت اولا هي مجرد امتضاد طبيعي الملتو برو جرامنج معناها ايه معناها ان ممكن اكتر من يوزر يستخدم البرنامج او يستخدم الزاكرة في وقت واحد ازاي يعني مثلا انا يوزر هوت اقدر استخدم الكمبيوتر ده وديلوقتي واحد زميل يستخدمه في نفس التوقيت واحد تاة يستخدمه في نفس التوقيت اصبح احنا كلنا متشاركين في الوقت او time sharing اذا اكتر من يوزر ممكن يستخدمه في نفس التوقيت كلمة هاي شوف كلمة دي سيملتو للناس دي سيملتو للناس دي معناها ايه في نفس التوقيت خلاص طيب اذا بيعمل ايه بقى احنا بنعمل الكلام ده service multiple jobs ناخدم عدد من ال jobs هاي similar to an easily by automatically automatically يعني هاي على طول مباشرة automatic switching between الانتقال ما بين jobs frequently frequently بسرعة جميل يبقى اذا اليوزر كلنا بنعمل jobs كتير لكن كلنا بنستخدم الكمبيوتر في وقت واحد معاها جماعة اذا هي فعلا امتداد طبيعي لماذا جماعة امتداد طبيعي لكلمة multi-program اللي احنا خدنا طبعا دي كتا امثلة ل first time sharing operating system ctss دي مثال له والمالتكس والايه واليونيكس بعد كده حصل ايه ان احنا لقينا ايه ظهر المالتكس وظهر اليونيكس طيب ناخد مثال باقي اكلام ده ازاي بيحصل نشوف مع بعض typical setup بيقولك ان multiple users connected via روموت تيرنالز يعني في الوقت دوت اللي احنا عايزين نعمل في time sharing عدد من ال user بيكوننكتو على الكمبيوتر من اماكن مختلفة each user كل مستخدم code interact يقدر ايه يتفاعل using command line interface معناه بيستخدم وجهة كتابية شايفين الوجهة الكتابية يعني ايه يعني بيكتب اوامر شايفين دي يا جماعة ايوه يعني يعني يكتب في اوامر command line interface طيب خلي بالك ده اوامر يعني احنا وصلنا لمرحلة ان احنا نشوف دلوقتي انترفيس قدامنا ونشاور بس با ايدينا مش كده ولا ايه قبل كده كان نبيعمل الكلام ده بمين ها بقى وامر ايه كمان ايه كمان بقولك each user would see results in real time يعني ايه يعني انت بتشوف النتيجة ودلوقتي وانت قاعد حالا في الوقت اللحظ اللي انت فيه قاعد فيه طبعا ده بالنسبة لنا جامعة كان تقدم مهم جدا اذا انت خدنا دلوقتي يعني ايه مالتو بروجرامنج وقلنا مالتو بروجرامنج معناها اكتر من برنابج يحصلهم لودنج في وقت واحد في الزاكرة اوكي وايه كمان ها خدنا الطايم شيرج معناها اكتر من مستخدم يستخدم الكمبيوتر في آن واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة